السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي قراءات لعزيزي برج العذراء الشمسي والقمري والطالع ولا تنسوا أنها قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لذلك أتركوا عفوا خذوا ما ترتحون إليه من الرسالة وخلوا الباقي يرحل يرجع للكون بسلام فهناك برج عذراء آخر يحتاج لهذه القراءة ولا تنسوا استشارات برجكم الطالع أو الشمسي والقمري وهي قراءة للكل للنساء والرجال وخل للكل لنبدأ نخليوا الرسائل ونرى ما هي قراءة برج العذراء هذا الشهر شهر جوان يونيو أو حزيلان بسم الله نتمنى لكم حد سعيد حد سعيد حد سعيد يا ربي الحبيب وبسم الله طاقتك عزيزي برج العذراء هي الحركة الرحيل الصفر هذا الشهر نعم البعض منكم سيرحل ربما يعني تغيير السكن لكن أرى كذلك صفر ربما صفر يعني للمتعة دا فاكونس غادي تاخدوا لفاكونس وغادي تصفروا وكذلك البعض الأخر يعني رحيل إلى بلد حتى إلى بلد آخر يعني هذا الصفر يعني طويل أخا حتى لبلد آخر عزيزي برج العذراء البعض منكم تعملون في مجال التعليم أو الخياطة ومن ليس لديه عمل في هذا الشهر فهناك فرصة جميلة فرصة عمل في مجال السياحة أخا بالنسبة لي المتزوجين أرى برج العذراء زوجة أو زوج تعمل لنهار يعني تشتغل كثيرا تشتغل داخل وخارج البيت يعني أنا أتكلم مع المرأة والرجل برج العذراء سواء كان زوج أو زوجة هذا يعني برج العذراء الزوج المتزوج يعمل ليلة نهار وكل يعني كي نضبكري ربما يستيقظ باكرا ربما في الساعة السابعة صباحا نعم وكل همه في الحياة أو همها في الحياة هو إسعاد زوجها وأبنائها والعكس هو الصحيح يعني الزوج الذي برجه هو العذراء زوج العذراء فهمتني ياك أنا أتكلم مع النساء والرجال لكن يسهل علي أن أتكلم مع النساء لكن أنا أتكلم عن طاقة برج العذراء يعني رجل زكر وأنثى وخا إذن الزوجة العذراء تقوم باكرا تستيقظ ربما في السابعة صباحا وتشتغل في البيت وتشتغل حتى خارج البيت نعم وهمها وهدفها الواحد في الحياة هو إسعاد زوجها وحماية والعناية ببيتها وأبنائها هذه هي حياة المتزوجين برج العذراء وأرى حياة أتبرت الله يعني ما شاء الله فيها خير ورزق واحترام كبير زوج العذراء يقدر ويحب زوجته نعم ويقدرها ويعرف أنها كنز ثامن والعكس هو الصحيح يعني زوجة برج العذراء تقدر زوجها تحترمه تحبه يعني حياة عائلية أسرية جميلة بزف وأطفال يعني سعاداء أبناء سعاداء وهذا الرجل والمرأة يعني ستان جروب جروب يعني تخافه نعم يعني كباش كنقوله في العربية فرقة نعم فرقة جروب هو فرقة يعني تكوناني فرقة قوية يجمعوها يعني رابط الحب والاحترام ويعني هدفك ما هو العناية بزوجتك أو نعم وابنائك وببيتك وأرى حياة أسرية جميلة بزف هذا كل ما أرى في ما يتعلق المتزوجين واحترامهم وحياة جميلة بزف وفرح ورزق نعم هل ما تقوله القرد يعني رزق وحياة هانئة وجميلة لنسبة للمرتبطين هناك نعم حب هناك حب جميل هناك حب جميل وكذلك تريدون الاستقرار تريدون الاستقرار لكن هناك يعني تقت 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 سلبية ربما هي العائلة يعني لا تقبل هذه هذه العلاقة ربما أمك أنت أو أمها هي لا تقبلها لكن أنا أرى حب صافي بالنسبة للمرتبطين وتقتكما هي المرتبطين فقط ترابية وهوائية ترابية يعني ثور وجدي وعذراء مثلك أو هوائية ميزان دلو وجوزاء نعم بالنسبة للمرتبطين أرى حب جميل وصافي لكن ربما هناك تقت سلبية تريد أن تنهي هذه العلاقة بالنسبة للعزاب بالنسبة للعزاب أرى فرصة سماوية وصول حبيب وصول شخص مميز جدا جدا لكن سبحان الله يعني طاقتك أنت عزيزي برج العذراء هو الرحيل الرحيل والأماكن البعيدة لأن هذا الشخص بالنسبة للعزاب هذا الشخص الذي سيصل إلى حياتك هو من مكان آخر ربما من بلد آخر نعم وستتعرف عليه إما أنت ستسافر ربما ستذهب لزيارة الأقارب يعني ردي تمشي تشوف حبابك إما خلتك أو عمتك وستتعرف على هذا الشخص هناك أو إذا كنت تعمل هذا الإنسان سيصل هو رفق جديد في العمل وغادي التعرف عليه وغادي يعني غادي يعني غادي يعني علاقات زوينة وجميلة نعم نعم علاقات جميلة هذا كرد الاستقرار نعم لنواصل لكن هناك خوف هناك خوف من هذه العلاقة أنت يعني هذه كرد الدموع ربما هذا الإنسان سيرحل من جديد لبلده أو أنت ستعود لبلدك وهذا الإنسان سيبقى في بلده لكن أرى يعني هناك مسافات بيناتكم وهناك دموع دموع الحزن يعني ستبكي على هذا الإنسان أو تبكي يعني ربما أنت تعرفت على هذا الإنسان ويعني كتبكي لأنه بعيد نعم من جديد هذا الإنسان بعيد هذا ما أرى هذا ما أرى نعم والآن لنواصل يعني لا يمكنني يعني سأتكلم عن المنفصلين 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 أرى ربما هذا الإنسان مع شخص آخر هناك ربما انفصلتم بسبب خيانة وهذا الإنسان الآن هو مع شخص آخر أو حتى أنه متزوج هناك أطفال لكنه غير سعيد هذا الإنسان غير سعيد غير سعيد هو يظهر صورة كاذبة يعني شاشة فقط ما ترى إذا كنت يعني ترى فهو ليس سعيد في الحقيقة ليس سعيد وربما هو مع هذا الطرف الآخر ربما لأسبب مادية أو ربما لأن هناك أطفال نعم أنت طاقتك هي حزن وطاقته كذلك هي الحزن عزيزي برج العضراء المنفصل طاقتك أنت هي الحب والحزن وطاقته كذلك لكن هذا الكرت كرت مهم جدا هذه رسالة مهمة جدا هذه الرسالة تقول لك عزيزي أنك عليك تنظيف عليك تنظيف عقلك من كل السلبيات لأنك تعيش في الذكريات في ذكريات الماضي نعم تعيش في ذكريات الماضي وهذا يرفع من دبدبات الحزن لذلك عليك التخلي لماذا يجب أن تتخلى لأن هناك شخص شخص آخر سيصل إلى حياتك ويهيب لك ما تستحقه أنت وما لم يعطيك الحب الآخر نعم الحب الآخر قلنا أن طاقته هي ترابية وهوائية والحب الجديد طاقته مائية أو ترابية من جديد أخا نعم هذا ما أرى طاقة ترابية هوائية ومائية أنتما شوفوا يعني من لدي من هي طاقته الحبب الأول أو الذي سيصل لكن أنا أرى إنسان جد وحكيم سيصل إلى حياتك لشفائك لهذا الإنسان يعني هو بمثابة شفاء روحي بالنسبة لك هذا الإنسان طبيبك عزيزي هذا ما تقول هذا الكرد المهمة هو طبيبك الروحي نعم ستفرح كثيرا مع هذا الشخص لا شوفوا الاستقرار والحب الاستقرار والحب لكن هذه الكرد تقول لك أنك يجب أن أن تنظف يعني أن تنظف روحك من الطاقات السلبية وهذه الذكريات ولا تتشبث بالماضي وأن تنسى وأن تنفصل عنه تماما لأنكم أنتما منفصلا يعني جسديا أنتم منفصلا لكنكم يجب أن تنفصل روحيا يعني تنسى يجب أن تنسى هذا الإنسان لأنك إذا لم تنسى هذا الإنسان فلم يصل يعني الكون لن يرسل لك هذا يعني هذا الحب الحقيقي الحب هذا الإنسان المخلص هذا الإنسان الحاكم الذي يهيب لك ما تحتاجه أنت ما تستحقه أنت لأن هذا الإنسان يراك أنت يعني يرا فيك الجمل الداخلي والخارجي بشكل مبالغ يعني يعني يا حب فيك عيوبك وفضائلك يعني يا حبك كما أنت وهذا هو الحب الحقيقي يحبك كما يعني كما أنت كما أنت نعم كيف يبغيك كما كنت قبيح واللازوين كيف يعني كيف يحب طبيعاتك يعني كيف كما خلقك الله هذا هو الحب الحقيقي وهذا ما سيصلك لكن عليك أن تتخلى وتستغني عن الآخر أن تنساه يجب أن تنساه لكي تسمح للسماء أن تبعث لك هذا الحب الجميل حبيب الروح هذا حبيب الروح هذا سيعطيك ما تستحقه ليس الآخر الآخر إنساه لكن كما أقول دائما الاستغناء لكن بالسلام يجب أن نتصرف كما يتصرف الكون معنا يعني بهدوء الاستغناء بسلام بحب نعم بحب مهما أساء إليك حتى وإن كانت هناك خيانة وخبكك يعني بكك حتى من رضك هذا الإنسان يعني ظلمك كثيرا يعني كانت علاقة سلبية بزف وعنيت كثيرا وبكيت بزف لكن رغم ذلك سامحي واغفري له وأرسلي له كل طاقتك الجاملة والإيجابية وكل حبك لكن نسحي راسك يعني ديري ديري نتوياج منطل نعم تنظيف عقلي وروحي لماذا لكي يرسل لك السماء ما تحتاجي كانت قراءة جميلة بزف كانت قراءة جميلة لمرة ما هي رسالة الملائكة ورسالة السحرية تقول أترك الأشياء أترك الأشياء تستمر إلى النهاية حتى نهايتها يعني أترك الأشياء هكذا يعني من جديد السلام والوئام والتخلي والاستغناء خلي الأشياء يعني تحدث كما يجب أن تحدث والثقة والإيمان بالله والكرت الثانية تقول شهر العسل من جديد لدينا الرحيل والصفر يعني تقتك أنت عزيزي برج العذرة والحركة والصفر البعيد البعض منكم سيعود لكن البعض الآخر لن يحد تقول شهر العسل يجب أن تقدر جمال الصفر مع الحبيب ربما البعض منكم سيسفر معه حبيبه والكرت الثالثة تقول شوي 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 بشوي شيئا فشيئا اترك يعني تخلى عن بذل مجهول كبير في السيطرة على الأشياء يعني ما تسيطرش على الأشياء والتحكم في الأشياء وستفتح لك الأبواب الأبواب السماوية هي كما ترون هي نفس الرسالة في الحقيقة نفس الرسالة يعني ندع الأشياء تحدث كما كتبها الله علينا كما كتبها القدر نعم يجب أن نؤمن ونثق بما كتبه الله لنا ونحمد ونشكر الله في كل الأحوال واخا كنت قراءة جميلة جدا كنت منها تكون ساعدتكم وتستفدوا من هذه القراءة وأتمنى أن تكون قد يعني تساعدكم ولو شوي هذه الرسالة ولا تنسوا أن الطرط لنا يعني لا يعطي لكم حلول ولا يقول لكم كيف يجب أن تعيشوا هي فقط إشارات ورسائل لكي يعني لكي تعرفوا ماذا تفعلون ولكي تختاروا ما هو أفضل لكم في هذه الحياة كانت منها لكم الخير يا ربي يحفظكم ليه يا ربي يخليكم ليه الله يحميكم والله ياربي تتحقق كل أمنياتكم كان حبكم بزاب وكان شكركم بزاب من كل قلبي كانت منها لكم الخير خاصة